تحية لكم مشاهدين أحييكم مجددا من دبي في جولتنا الرياضية الثانية لليوم خطط لإطلاق أكاديميات دولية لكرة السلة الأمريكية في الشرق الأوسط هذا ما كشفت عنه الرئيسة الدولية لرابطة كرة السلة الأمريكية للمحترفين هايدي أوبروث خلال لقاء خاص مع اليوم تحدثت فيه أيضا عن أبرز خطط الرابطة خلال الفترة المقبلة تعالوا تابع تفاصيل هذا اللقاء في البداية نريد أن نعرف ما هو الغرض من تواجدك هنا في دبي في هذا المؤتمر الدولي للمدن المستضيفة لكأس العالم كما قلت في المؤتمر اليوم إنني سعيدة بالدعوة إلى مؤتمر المدن المستضيفة للأحداث الهمة والذي يقام في دبي حيث إننا حرصون أن نتواجد في مثل هذه المؤتمرات للعمل على نشر لعبة كرة السلة خارج الولايات المتحدة الأمريكية لذلك فهو شرف لنا التواجد والتحدث عن مشوى دمج رياضة كرة السلة الأمريكية وكرة السلة في الشرق الأوسط فالرياضة دائما ما تقودون جميعا لفرص جديدة سواء محلية أو دولية الأمر الذي يساعد على تحقيق أهدفنا طويلة الأجل والتي من شأنها توسع قاعدة مشاركة وإذا حصورت بشكل يجعلهم يتعلم من تجربة الأن بي أي كونك الرئيس الدولي للربط الوطنية لكرة السلة الأمريكية ما هو تقييمك لكرة السلة العربية خاصة في الشرق الأوسط وما هي أيضا النصائح التي يمكن أن توجيها لهم والرؤساء الاتحادات العربية خاصة حتى يرتقوا بمستوى كرة السلة في محاولة بكل تأكيد الاقتراب من مستوى الـ MBA نحن جدا متحمسون لنشر مفهوم كرة السلة الأمريكية في الشرق الأوسط وأوروبا أيضا فكرة السلة هي اللعبة الشعبية الثانية من وشهة نظر معظم دول الشرق الأوسط كلبنان والأردن وهي في زيادة مستمرة كما هو الحال في الإمارات رغم ذلك الأمر يعتمد على مدى التغطية الإعلامية وتفتيت الضوء على اللعبة وأيضا على وجود رعاة للعبة كرة السلة فكما تعلمون مباريات الـ MBA تدعي يوميا وبشكل منتظم هذا بالإضافة إلى إقامة المعذكرات وبرش عمل تدريبية مع مختلف الاتحادات في الشرق الأوسط للمساعدة على نشر اللعبة في البلدان العربية إذن ما هو دوركم تجاه الشرق الأوسط لتحقيق أهدافكم من تطوير وانتشار لعبة كرة السلة نحن نعمل على هذا المشروع من مقرناء الحال في لندن حيث نقوم بدراسة الأماكن والمواقع التي سوف ننطلق منها في الشرق الأوسط وذلك لنشر مفهوم كرة السلة الأمريكية ونحن في خدم وضع خطة استراتيجية من أربع محاور لنشر هذا المفهوم نبدأ بالمدارس والأكاديميات والحكومات المحلية بالإضافة إلى تنسيق ورش عمل لذلك بكل تأكيد سمعت عن أكاديميات كرة القدم التي أنشأت في الأمورات مؤخرا في دبي أو أبوظبي كأكاديمية أرسنل، منشستر يونيتد، ريال مدريد ألا تعتقدين أنه حان الوقت لإنشاء أكاديمية لتعليم كرة السلة يعني برعاية أحد أنديات كرة السلة المعروفة في الـ NBA؟ دعني أقول لك أننا لا نحاول أن ننقص شعبية كرة القدم أو التنفس معها لكننا نحاول تحفيز اللاعبين على رمي الكرة باليد بدلا من ركلها بالقدم وأنا باعتقادي أن وجود أكاديميات لتعليم مفهوم كرة السلة الأمريكية الـ NBA ستكون أفضل طرق لذلك هناك نماذج رائعة حققتها كرة القدم من خلال تلك الأكاديميات وهذا ما نعمل عليه جاهدين ونتأمل الكثير في هذا الشأن مشاهدين وتحتل لعبة كرة السلة مساحة واسعة في الملعب العربية وهو ما دفع رابطة كرة السلة الأمريكية للمحترفين إلى زيادة نشر مفهوم اللعبة والتخطيط لإنشاء أكاديميات للعبة في المنطقة العربية خلال الفترة المقبلة انتهت فقراتنا الرياضية مشاهدين لهذه الساعة أعود معكم لاحقاً وفقرة رياضية جديدة أما الآن جديد الغنوى وحوار في الفن مع الفنانة التونسية سنية بعد الفاصل تابعونا